اشتركوا في القناة فهل مش هنمارس الرياضة؟ لأ لازم نمارس الرياضة بس في البيت إزاي؟ هنعرف من الدكتور أحمد عبدالله شعروم سأل فل عليك الدكتور سأل فل عليك دكتور سأل فل عليك أستاذ محمد منورني وحشني كتير الله يخليك أنت أكتر أي عاملين مع الكورونا قاعدين في البيت أو طيب نخش في الموضوع أو اللي عايزت تتكلم عن حاجة بخصوص الكورونا يعني الكورونا طبعا تفرضت علينا بسبب الصينيين والعدات الغذائية اللي بيعملوها بس عايزة أطمن الناس يعني أنه هو إن شاء الله هو أساسا موجود من زمان الفيروس كورونا دوت مش كوفيد ناينتين اللي ظهر ده ده مستحدث من كورونا فيروس كان موجود قبل كده كان موجود قبل كده قبل 2002 حاجة زي كده وكان عمل وقتها مرض اسمه اللي هو السارس لو كنت تسمع عنه ده كان ظهر في 2002 وكان بيعمل مشاكل جامدة أوه في التنفس وكان في حالات كتير برضو بيتسبب لها في الوفاة بس الحمد لله أنه هم قدروا يوصلوا لماصل ليه وعقبال ما وصلوا للكوفيد ناينتين اللي ظهر برضو هنا في مصر الوضع مستقر شوي يعني الحمد لله آه الحمد لله الأحسن من بلاد تانية بلاد كتير أنا شايف الأعداد ما بتزدش كتير شايف نسبة الشفاء كتير شايف الموضوع بدأ يتم السيطرة الدنيا أحسن الحمد لله والمصريين يعني متابعين عدم النزول في وقت الحاضر وقاعدين في البيت وموضوع بقى التطهير والتعقييم يعني أغلبهم أغلبهم طيب نخش في المهم قاعدين في البيت كتير بسبب الحاضر بسبب كورونا بسبب التخاوف بسبب كلام ده كله قفل جمعات قفل بعض المكلة الفاتحة جمعات فبالتالي طب إحنا نمرس رياضة إزاي فلازم نمارسها في البيت طبعا نصيحة للأول للي ما بمارس رياضة يستغل الفرص دي إزاي في البيت عشان نخش في أكتر من الحك والله اللي بيستغل اللي ما بيمارسش رياضة دوت يعني هيبقى الموضوع بالنسبة له صعب شوية عن اللي بيمارس رياضة لأنه طبعا قاعد في البيت معدل الحرق بتاعه بيبقى أقل من اللي بيمارس الرياضة ممكن ما بيبقاش منظم أكله زي اللي بيمارس رياضة فبالتالي دوت بقى بيبدأ يأثر عليه بقى في موضوع السمنة في موضوع ضعف عضلاته موضوع تغير مفاصل جسمه كل ده بيأثر عليه يبدأ بقى يشتكي أكتر من الرياضي اللي كان بيمارس رياضة قبل كده يعني اللي ما بيمارس اللي ما كانش بيمارس رياضة خالص الفترة دي هيشتكي أكتر من اللي كان بيمارس رياضة أصلا؟ بالضبط بأن عنده الكتلة العضلية بتبقى قليلة عن اللي بيمارس رياضة معدل حرق عنده ما بيبقاش عالي زي اللي بيمارس رياضة ما بيبقاش مظبوط زي اللي بيمارس رياضة أو اللي كان بيمارس رياضة فتلاقيه طبعا بيبقى عرضة طبعا غير طبعا الناس دلوقتي حالتهم طبعا من الأعدة في البيت مش قد كده نفسيا فبيبدأوا بقى في شرب السجاير اشرب سجاير اشرب سجاير طبعا الدنيا دي بتأثر بقى على طيب نبدأ معهم منين يعني مثلا نبدأ معهم مثلا نعمل لهم مثلا كل يوم مثلا يتمرر ربع ساعة نبدأ معهم نقول لهم أو اي نوع الرياضة اللي ممكن يمارسها في البيت مثلا خليها يبدأ معنا اي نوع الرياضة اللي ممكن يمارسها في البيت أو أسهل رياضة بص يا سيد محمد يعني أنا ناس كتير اتكلموني بسبب الموضوع ده في الفترة اللي فات وكانت اكتر حاجة بيشتكوا منها يا دكتور احنا قاعدين والنفسية مش كويسة وشرب بسجار كتير ونفسنا قصر والدنيا معنا متلغبطة نعمل ايه موضوع النفس طبعا انت السجار دي يعني نحاول نقللها او افضل احنا نمنعها يعني طيب انت خلاص قريدي بتشرب سجار والدنيا عندك مش مظبوطة في الجهاز التنفسي طبعا مفروض طبعا جهاز التنفسي دوت احنا اكتر حاجة احنا عايزينها الفترة اللي جاية دي هو جهاز المناعة طيب اسهل رياضة يبدأ امرسها في البيت بص انا مش عايز ادخل خليني نخش بس في حاجة او طالما قاهد في البيت يعني مش يخرج بما بالشأ يعني ولا هتلع سلم ولا ينزل من سلم ولا في ايه اسهل رياضة ممكن يكون سهل بعملها في البيت انا شايف ان يعني مش عايز ادخل في حتة الرياضة العضلية على طول او اللي هي الرياضة الايد والضهر والبطن والرجل والكلام ده عايز قبل ده اخش في حتة الجهاز التنفسي نفسه وان انا ازاي ازبط الجهاز التنفسي بتاعي اللي هو بعد كده لما اجي اشتغل في التمرين هيساعدني ان انا اشتغل في التمرين تمام تمام انت طبعا معشور بالسجائر مع الكلام ده كله ومش كلهم بيدخنوا اه مش كلهم طبعا ياريت كلهم يبطلوا تدخين او يقللوا تماما لان طبعا الجهاز التنفسي ده هو طبعا اللي بيتصاب في كوفيد 19 اللي ظهر ده تمام فده انت الرئتين بتوعك دول لازم تبقوا جاهزين اه انت تتكلم ان انا استغل الفترة دي ان انا اكون مقوي الجهاز التنفسي عندي علشان هو اكتر عرضة من هو اكتر حاجة هو اللي بيتصاب من الكوفيد 19 او الكورونا المستحدث اللي ظهر تمام فالحاجة اللي مدايقاني ان نسبة التدخين يعني ده بناء على اتصالات اصدقائي والناس اللي بيكلموني للمدخنين نسبة التدخين زادت وكمان يعني من الاعداء اللي ما كانش بيدخن بدأ طبعا والده بيدخن او بتاع فبدأ كمان يدخل في حيث التدخين دي فدي حاجة يعني ايه ياريت من ما تستمرش معانا وبسرعة ينقلل ينوقف واحد المدخنين يبطلوا تدخين يبطلوا او يقللوا انا عارف ان انا لو قلت انبطلوا او ممكن هي لا انت بتنصح انت بتنصح انا واحد الناس انا مدخن اتمنى ان انا بطل بالضبط ايوة بالضبط طيب انت الدنيا خلاص انت مدخن والدنيا معك مش قادر تبطل او تقلل فانت طبعا السجار دي زي ما احنا عارفين بيتحاول الدخان دوت لسيكريشنز لمخاط جوه للرئة وتبدأ الرئة ما تتمليش بالاكسوجين في النفس كاملة بالضبط فيبدأ نفسك يقصر فيبدأ الاكسوجين اللي داخل للدم اما عندك يقل انا وصلنا الاول نصيحة مبطل تدخين يبطل تدخين تاني نصيحة تاني نصيحة على طول ان انت تخش في تمارين التنفس على طول يعني مش عايزك تسيب تمارين التنفس ايوة طيب هل هو تمارين واحد او تمارين لا هي يعني خلينا نبدأ من الاول كده انت الدخان دوت بيبقى موجود في الانف بيبدأ يكون لي مخاطف الانف بيبدأ يكون لي في الزور بيبدأ بعد كده في الرئة فأنت أنا عايزك لأن ناس كتير يشتاكم الموضوع ده إحنا نفسنا السجاير قصر ومش عارفين نخل نفسنا زال قوي طيب يا جماعة هي حاجة بسيطة خالص إن أنت عايزين نوسع مدخل الهوى من الأنف أول حاجة بأن إحنا هنحاول إن إحنا إيه نعمل زي ضغط جامد شوية كده على فتحات الأنف لمدة ديئتين ممكن تقول زي تدليك قوي شوية لفتحات الأنف يمين وشمال كل فتحة من ديئتين لتلات دقايق إنت أساسا ممكن تكون بتعمل حركة دي طبيعية لما تحس إن مناخيرك مكتومة أو كده إنت لو زودت الوقت بتاعش شوية إن إنت تضغط أو تعمل حركة دي تخلي ديئتين أو تلاتة ده هيساعد المخاطر اللي موجود في المكان دوت إن هو إيه يبدأ ينزل معك وتبدأ تنزله فالدنيا هنا سلكت معايا ده تمرين يساعدني على التنفس ده تمرين هتعمله سهل بإيه ده خالص أي حد في البيت يقدر يعمله هنا وهنا يفتح الدنيا هنا شوية بعد كده ممكن نخش على منطقة الصدور نبدأ إن إحنا نحرك القصبة الهوائية بتاعتنا كده يمين وشمال يمين وشمال وإحنا نزلين لتحت لحد ما نزل عند اللي هي النغزة اللي بتبقى موجودة في الأسفل دي كده نفتح القصبة الهوائية بتبقى برد هل التمرين دي بتساعد على التنفس بشكل كويس؟ بزبط دي إحنا كده عمالين نفتح مدخل الهواء اللي إحنا عايزين ندخله للراء تمام؟ بمساج بصيف كده برده أنت تعملوا بإيدك ممكن تلاقي الدنيا مش بتحرك معك كويس في ناحية أكتر من التانية يمين أو شمال هتبدأ برضو أن أنت تسلكها بإيدك كده حتى ما تنزل بتحت بعدها أنت هتلاقي أوتوماتيك بقيت تاخد نفسك أحسن من أول مصطفى ما سأل فل السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم حبيت دي السمسة عكباتين ودعوتكم كده ودعوتكم نعد أيام دي على خير إن شاء الله بإذن الله هتعد على خير وإحنا ماشيين بخطوة كويسة إن شاء الله بإذن الله معاك وأحلى ميسا عليكم أكباتي الله يخليك يا مصطفى ما سأل فل عليكم السلام عليكم نكمل ده كده تمرين ولا لسه لي بقى إيه لا إحنا كده سلكنا الدنيا فوق الأول بعد كده بقى نخش في التنفس أنت النفس قصر عايزين بقى واحد أنا بسلك الفتحات الأنف الأول جنب وجنب جنب وجنب وبعد كده بحركة طولية كده بعد كده القصبة الهوائية والحنجرة بعد كده النفس بعد كده النفس بقى أنت خلاص فتحت فوق دخل بقى الهواء بس أنا عايزك تدخلي الهواء للآخر خالص يعني ما يبقاش نفس قصير أنا عايز نفس عميق خالص كده ياريت تبقى نايم على ظهرك مثلا وتن رجليك كده حطتهم على الأرض أو على الصغير وتبقى حطتلي إيد من إيديك كده عند آخر الأفص الصدري كده اللي هو ده ما كان الدايفرام أو الحجاب الحاجز بتاعنا واخد نفس جامد المفروض عند الشخص الطبيعي لما ياخد نفس جامد كده الإيد بتتزق شوية لفوق كده فده معناه أن الحجاب الحاجز بتاعه شغال كويس طيب أنت بتدخن أو مستجد في التدخين أو بتدخن من زمان كتير الموضوع ده بيبقى مش موجود يعني معظم الحالات اللي شفتها بتبقى حرك التنفس مش موجودة خالص ممكن تلاقي الحجاب الحاجز بتاعه عشان الرئتين ما بيتملوش كويس قوي بالهوى في نفسه الطبيعي فتلاقي الحجاب الحاجز ما بيريحش معايا في النفس تلاقيه طالع فوق خالص جوه في القفص الصدري بتاعه التمرين ده في صعوبة ولا سهل؟ سهل جدا طب صعب عند الناس معينة ولا يعني يكون صعب عند المدخنين هو يبقى صعب عند المدخنين شوية بس انا هقول له يعمل ايه علشان اخد الاتصال الاول احمد مسأل فول احمد حبيبي رأيس حبيبي ايوه معاك معاك يا غير انا كنت عايز اسلم عليكم الاول طبعا الله اي شكرا وكنت عايز اسأل على حضرتك كنت انا عملت كحضرتك الحاجات اللي بتاع تعدعك في مراخيري وكده عشان مجرى التنفس طبعا والصراحة حسيت بتا بفرق اللحظة اللي انا عملت فيه فازية عجبتني جدا الصراحة طبعا انت عملتها دلوقتي يعني بعد المسنع انت عملتها دلوقتي اللي كنت اتعمل قبل كده عملتها دلوقتي وانت وحضرتك بتقول يعني طبعا 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 عايز اعرف بقى لو كان فيه حاجة تانية انا حسيت ان الموضوع فرق معي فهل فيه مثلا ناخد زفير مثلا واعمل حاجة تانية هل فيه حاجة معينة اعملت احنا لسه هنكمل اهو يعني هنكمل عكا عندك اي سؤال تانية احمد حبيب اراج ربنا اخليك انا الموضوع فرق معي فقلت لازم اتصل اسألة يعني ربنا اخليكم شكل لكم تحياتي ليك تحياتي ليك طبعا انت كنت بتقول ان فيه صعوبة عند المدخنين بشراها ان يمكن يكون التمرين ده فيه صعوبة شوية اه ممكن لما يحطي ايده كده عند اسفل عظم القفص الصدري بتاعه وياخد نفس مش هيلقي ايده بتنزق فده معنا ان الحجاب الحجز مش شغال كويس طب هو هيعمل ايه هينام على الارض وهياخد نفس جامد ويكتمه بعد ما يكتم النفس هينفخ شوية بحيث انه لازم ايده تتزق تطلع تطلع فوق شوية هياخد نفس يكتم يزق ويشفط بطنه يزق ويشفط بطنه يزق ويشفط بطنه هو كده لحد ما الحركة تتعمل لحد ما يلاقي ايده بدأت فعلا مع ايده بتترفع شوية فده معنا ان الحجاب الحجز بتاعه بدأ يشتغل اول ما الموضوع ده يشتغل نبدأ بقى ان احنا نكرره اكتر من مرة هو بعدها على طول هيحس ان صدره اتفتح تماما نحن ناخد هبه هبه مسأل فل هبه مسأل فل هبه مسأل فل عليك يا سيد محمد الله يخليك نواري مسأل الله الله يخليك من يخليك اسلام كنت حبه بس ما عليك اسأل فؤال انا طبعا كنت بعمل ريواضة في جم وطبعا دلوقتي الظروف اللي احنا فيها دي طبعا احنا مبقيناش نروح طبعا بس الحلقة دي معمولة عشان كده نعم الحلقة دي معمولة عشان كده اه عشان عايز اعرف بس وانعرف برزو استدها مشاهدين ان ازاي كل ست بيت توقف في البيت وتعمل التمارين اذا كانت هي مثلا ما تبع في الجب طبعينا في الحلقة هبه وهنقولك على تمارين تتم في البيت بس يعني هنخلص السؤال الاولاني ده ماشي انا هستاذنك هنطلق بس نكمل اجابة بس عشان اخد فاصل طيب اوكي خلاص يعني احنا حطينا الايد على الحجاب الحاجز كده في اسفل الافص الصدري كده على طول واخدنا النفس وكتمنا وبدأنا ان احنا نزوق او نحزق حزقة بسيطة كده بحيث ان احنا نحرك الحجاب الحاجز تاني ننزله شوية لتحت اول ما ينزل تحت هتلاقي ايده بدأت تتزائل فوق فلاص هو كده لو وصل ان هو عمل كده ده في الاول كده خطوة كويسة طيب التمرين ده يعمله كم مرة في اليوم؟ يعمله على قد ما يقدر كل ما يكون فاضي مثلا كل ما يكون عنده كل ما يحس ان نفسه بدأ يقصر او بدأ يقل او مش مرتاح هيعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها ده كلها ده التمرين رقم واحد للتنافس طيب ناخد فاصل وراجعين تاني استنين وارجع عندكم تاني ومكملين معاكم ونصائح من الدكتور احمد عبدالله الشعراوي للتنفس وللرياضيين وللي مش رياضيين في البيت بسبب كورونا نكمل احنا قلنا كده ده التمرين الاولاني للتنفس قبل الفاصل كنتكلم عن التمرين الاولاني للتنفس ازاي اساعد ان يكون النفس بتاعي كويس عشان انت بتقول التنفس دي اكتر حاجة بتتضر من كورونا طيب تمرين ايه تاني للتنفس؟ ده كده اهم يعني ده يعتبر كده اهم تمرين ويبقى كويس كده او يعني يكفي؟ يكفي طيب نخش بقى في الرياضة او خلينا قبل نخش في الرياضة ما نخليني اخش في حتى تاني الشخص من انا مثلا لو كان بيعاني من حاجة في الرقبة او بيعاني من حاجة في العضلانات او بيعاني من حاجة في الرقبة او بيعاني من اي مشكلة خاصة بالعلاج الطبيعي اكيد مع الحظر ومع القعدة في البيت هتبدأ تتأثر او تبدأ تزيد معنا نصحتك لي ايه؟ نصحت لي ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان هو اولا ياخد الوضع الصحيح في قعدته دايما بقاش قعد اصلاه في البيت يقاعد يبيقل اه ماشي يقاعد على اللابتوب يقاعد على الموبايل كله دلوقت السوشيال ميديا بقى بيتابع الاخبار من السوشيال ميديا واليوتيوب الحاجات دي او حتى لو بتفرج على التليفيجين يعني بيبقى طبعا قعد قعدة مش مزبوطة فدي بتأثر على طبعا على ظهره بقى على رقبته وعلى ركبته وعلى الكلام ده اكتر حاجة ممكن تتأثر ايه؟ على حسب بقى هو قعد ازاي فيه بقى يعني من قعدة البيت من قعدة البيت الرقبة طبعا دي تتأثر كتير ناس كتير بيشتكوا منها الفترة اللي فاتت دي من القعدة في البيت ناس الظهر، الركب من ضمن الحاجات خلينا ناخد جزء جزء الرقبة مثلا هل فيه تمريم معين ممكن يعمله او وضع معين ممكن يعمله؟ الرقبة دايما تحاول ان هي ما تجيش منك لقدام كده يعني ما تبقاش عاملة زي التيرت النكزة او رقبة السلحفة ان هي تاخد الوضع الامامي لا دايما تبقى قاعد كده تبقى ودنك الاتنين في مستوى كتفك نازلين على كتفك، ما يبقوش قدام الكتف تمام؟ الرقبة متسنطرة لحد ما في النص ما تبقاش ميل كده، ما تبقاش ميل كده، ما تبقاش مسك التلفون كده، بتتكلم كتير كل ده هيفرق معي وهيسبب لي مشاكل تمام؟ اللابتوب ما يبقاش بصص لتحت كتير يبقى دايما ارتفاعه كده على مستوى عيني وقاعد مظبوط الكعان بتاعتي متاحة لو خلتهم يعملوا تمرين مثلا قبل ما ينام وأول ما يصحب اه كويس، تمرين زي ايه؟ تمرين ان هو لو هو لسه نايم على السرير لا كده تمرين الرقبة اه تمرين الرقبة هتشل المخدة اللي انت نايم عليها خالص تنايم وهتريح لي راسك على السرير بمستوى السرير المرتبة بتاع السرير وتبدأ ان انت تضغط جامد قوي على المرتبة لتحت براسك بس تحاول ان انت دقنك ما تطرفعش الفوق يعني يعني اضغط اضغط من غير مالف دماغي من غير مالف دماغي لزبط من غير دقني ما تطلع لفوق تمام؟ تمام ممكن نخليها خمس مرات في اليوم الصبح او المسحة منهم يعملي الموضوع دوت عشر مرات تمام؟ الظهر عشرة العصر عشرة مغرب عشرة العيش عشرة تمام؟ هيبقى كده خمس مجموعات في عشرة بخمسين عد تمام؟ هيفرق معي ده كده هيفرق معي كتير قوي نخش ايه تاني قلت ايه تاني ممكن يتأثر؟ ممكن بقى بقعد كده يتأثر الظهر الظهر انت قاعد كتير قاعد اعدات غلط ممكن تبقى عضلات البطن عندك ضعيفة الحط بتاعك مش مزبوط زي ما قلنا قبل كده او فيه كرش مثلا او كلام من ده فده كله ايه بيتعب للضهر قاعدتي غلط مانيش قاعد ضهري مفروض كتافي مش مرتاحة الكلام ده كله برضو ايه بيأثر لي في الضهر فانا لازم لو انا قاعد طبعا ما عودش مطولش اكتر من نص ساعة في القاعدة احاول بعد نص كل نص ساعة كده ان انا اتمشى في مكاني اتمشى في القوضة اتمشى في الشقة بتاعتي تمام عشر دقائق كده وارجع تاني عشان برضو مش عايزين احنا قاعدين على عضلات المقعدة وقطر الاعدة على عضلات المقعدة بيضعفها وده بيسبب مشاكل بقى جامدة بعد كده بيأثر لي برضو على الظهر بتاعي طيب بيبقى كده ده الرقابة ولا الظهر ايه تاني ممكن يتأثر؟ انت الركب بتاعتك لو انت بتقعد كتير وتاني رجلك اوي الورا فبعد فترة بتحس بقلم جامد في الصبونة وفي مفصل الرجبة من قدام تمام؟ لان انت بتبقى زاني الصبونة جامد اوي في العظم بتاع رجلي فده بيعمل لي قلم جامد فطب ايه؟ انا دايما ابقى قاعد افضل وضع بتبقى الصبونة في مرتاحة شوية وانا قاعد بتبقاش مزنوة قاوي ان انا رجلي تبقى تسعين درجة وانا قاعد مبقاش تانيها الورا جامد او مبقاش برضو يعني كل مفردها قدام كان افضل يا تسعين درجة يا فارد قدام الليها تمرين برضو احنا على السرير هننام خالص كده نتني الرجل اليمين الرجل الشمال مفروضة شدد المشت علي فرد الرجبة كويس وطبعا اطلع بالرجل على مستوى الرجبة التانية لحد مستوى الرجبة التانية وانزل اطلع وانزل برضو هنعمل التمرين دوت خمس مرات صبح دهر عصر مغرب عيشة كل مصحة من النوم عشر عدات دهر العصر عشر عدات كده يبقى ايه خمسين عدة في الاخر هيفرق معي طيب يبقى كده الرقبة الظهر الرجل ايه تاني ممكن تتأثر الكتافي تتأثر لو انا قاعد كتافي جاهل قدام مثلا هتتأثر هتبدأ بعد كده تعملي قلم في الكتف فياريت بعد اذنك تبقى قاعد فردك ظهرك كويس مرجع لي كتافك لورا ضميم لي لوحين الكتف من ورا كويس ما يجوش منك قدام كل ما تلاقيهم جوم قدام تفرد نفسك وتقعد عادي التاني وممكن بقى نعمل لها تمرين برضو واحنا قاعدين كده التمرين دوت من ثلاث اجزاء ده للوح الكتف من ورا عشان الكتفي ما يجوش لقدام ايه هو ان انا اول حاجة هرفع كتافي الفوق وضم الورا وهم فوق هضم الورا هضم الورا دول هنعملهم عشر عدات بعد كده وانا في الوضع الطبيعي بتاعي هضمهم برضو الورا عشر عدات بعد كده هنزلهم لتحت وضم الورا عشر مرات برضو في خمسمة جميع هاي ببقى برضو معا ده تمرين طيب احنا كده اتكلمنا عن تمرين للرقبة طيب ناخد اتصال فمي معا محمد مسأل فل مسأل فل عليك مسأل فل عليك مسأل نور مسأل نور عدد معاك فضل برزيزة عدد فتران كردزنا ديال فترى من ساعة صباطني ماشي والحمد الله خفيت منه بس عندي يعني لما بيجيلي شوية برض بيجيلي شاعة في فترين بيروح ويجي مع البارد بيجيلي شاعة في فترين بيجيلي شاعة في فترين بيروح مع البارد بس يعني لما باجيلي شوية وكده بيخف بس بيجيلي زنزام حرجان على الفتر كده لما بيجيلك برده وكده اكيد ان انت هتتوجه طبعا لدكتور الصدر طيب بص بحامكم بس توطسط التلفزيور وتسمعني بس من التلفون عشان انا مش فاهم السؤال بص بص بكتور انا قبل كده كنت بدخم اصلا وبطل في التدخيل من ساعتها والدياز النفسي عندي ايه؟ باستمرار اللي يروح يفق شوية هو عنده مشكلة في الجهاز التنفوذي المشكلة كنا نتكلم فيها بالأول اسمعنا تقريب تكلم يعني والخلص كلامنا تقدر تسمعنا اسمعنا من التلفزيون يا حمام بقولك الجهاز التنفوذي عندي بيتعبني شوية بيتعبك ولما بتتحرك شوي الدنيا بتفك شوية ترجع تقعد الدنيا تجتم تاني فده طبعا هتعمل اللي احنا قلنا عليه في بداية الحلقة ان انت تسامل التمرين بتاع التنفس اه التمرين التنفس بتاع وطبعا تحاول ان انت تبدأ بقى ايه تتحرك كتير يعني انت قلت مع الحركة الدنيا بتتضبط فهنبدأ ان احنا ايه يبقى في حركة في البيت لو نص ساعة كده ماشي مكانش يبقى في الحاولين البيت لو في الكونبوند بتاعنا وفي الطريق بس ما يبقاش مكان في ازدحام وكده هتلاقي برضو دوت حسن معنا التنفس طيب نرجع بقى دكتور طبعا ده بعيد ان عندكش اي مشاكل تانية اقول لك انك انت بدخل هيا دي الاعراض انت كنت تتكلم في هم الاول من المدخنين طبعا بعد ما دكتور الصدري يكون بس عليك وقال ان الدنيا مفيش فيها اي مشاكل طيب عايزين نبدأ برضو في ازاي نبدأ رياضة في البيت انا دلوقتي كنت رياضي او غير رياضي عايز وانا استغل الفترة اللي هي الاسبوعين اللي في البيت دولك ابدأ امارس رياضة واحد الوقت المسالي للتمرين واثنين ابدأ ازاي تمرين انا ابدأ تمرين ايه هل اجري في المكان هل مثلا في حاجة معينة او اسالين معينة واستغل الفرصة دي ازاي تلاتة ازاي استغل الفرصة دي اننا والزوجة والاولاد كلنا هنا جات لنا الفرصة ان احنا لاب رياضة ماشي انا عايزت لاب رياضة بس طبعا كل واحد انا عايزت لاب رياضة بس طبعا كل واحد ما كل واحد بيت انا التاني طبعا كل واحد في قطه اخلوش انت راجعات طيب ازاي يكون تمرين بسيط ينفع للأولاد ينفع للزوج ينفع للزوجة وفي نفس الوقت كلنا نستفيد بيه حال واو واحنا لسه برضو على السرير كده احنا من القاعدة وكده برضو عضلات البطن عندنا بتضعف وده بيعمل مشاكل فانت على السرير نايم لسه مصحتش من نوم وانت لسه على السرير تتني رجليك اللي اتنين وتحاول ان انت ايه تطلع تلمس ركبك بييدك كده ده تمرين البطن تمام تمام كلنا طبعا هنعمله اول ما نصحى من نوم انا عن نفسي بعمل كده اول ما نصحى من نوم بعمل الموضوع ده ممكن بقى يعني ايه تجيب بقى لقد ما تقدر في اللي بيقدر تجيب خمسين عادة في اللي يجيب مئة عادة كده قويت عضلات بطن تمام تمام وحنا قلنا عاملين حلقة قبل كده عن عضلات بطن اه اه اهم عضل بقى اه بالضبط وقلنا بقى يا بتعمل ايه ودورها في التنفس ايه وفي الدورة الدموية ايه فده كله طبعا احنا عايزين نقول بطن عشان اللي قلناه قبل كده في الحلقة اللي فاتت تمام طيب ده تمرين ده تمرين بطن نكفي لا ماكفيش نخش بقى تاني احنا قلنا القعدة الكتير والكلام دوت قاعدين على العضلات المقعدة عضلات المقعدة بتبدأ انها تضعف بعد نص ساعة من القعدة تقريبا احنا برضو نايمين على السرير كده هن تانيين ركبنا والادم على السرير نحاول ان احنا ايه نرفع وسطنا لفوق ونشد عضلات المقعدة وحنا فوق ونثبت حوالي عشر ثواني كده وننزل تاني او اطلع وننزل على طول ارفع وسطك اه 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 قاعدة اه القاعدة بتاعتي ارفع من على السرير رجلية متنية تاني رجلية اه حوالي مية وعشرين درجة كده تاني يوم والادم ثابت على السرير وهارفع وسط الفوق هارفع وان بيدي لا مش بيدي بوسطي وانت نايم وانا نايم وانا نايم على طوال كل ده احنا لسه صحيح من النوم طيب لا انا عايز تمرين انا دلوقتي صحيت فطر اولا مثلا اخطر وقت انا عايز تمرين بمعنى كلمة التمرين ما هو دي احنا بنزبط بيها الحاجات اللي بازت معنا من القعدة ده تمرين مهم اكتر انا عارف عارفك السيد محمد باصص على التمرين بقى الجم لا مشارط الجم بس انا عايز تمرين في البيت اقدر اعمله دي دي تمرين كويسة جدا ولو ما عملنا هاش ودخلنا في التمرين التانية لسه هنقول برضو التمرين اللي بقى فاحنا عايزين نزبط الحوض بتاعنا بالبطن والعضلات المقعدة عشان بعد كده ما نخش التمرين حتى لو هعمل سكوات هعمل ميني سكوات هعمل حاجات دي انا الحوض بتاعي مزبوط في الطلوع والنزول فما جيش عامل التمرين الاقي ضاهي وجعني الاقي رجلي وجعتني فبنزبط الحوض عشان بعد كده لما نخش في التمرين التانية بقى اللي هي الأشد شوية اللي انا محمل فيها بقى وانواقف او كده تباديني يا ماشي معا مزبوط تمام طيب خلصنا التمرين ده اه الوقت المسالي بقى للتمرين الاساسي بص هو انت تقدر التمرين دي يعني تعملها في اي وقت فيما عدا تبقى لسه واكل مثلا وما عداش على الاكل ساعتين هنا لا تستنى لو انت لسه واكل تستنى ساعتين وتبدأ تعمل تمارين رب اخد صال محمد مساء الفل صباح الخير ماشي محمد ليه صباح الساعة نشر صباح الخير عليك اه دراحتي هو بمناسبة الرياضة وكده تمام اه دراحت هو مش مفووظ يلعب واحد يوجا وكده احسن من البطن عاص طبحيان ولا يرايك اهو سؤال يلعب يوجا افضل ولا يلعب اه بص اليوجا يعني هي اه طب يسمعنا هم عندك سؤال تاني يا حمام اه اه يعني هي بالنسبة لي سراعا نشوفها ممكن اليوجا اه يعني هي كويسة بس انا كان موضوع البطن وموضوع الوص ده مش ممكن يجيب بص باردك مزق عشان يبقى لسه الجسم الصح من النوم المفاصل كده طب اسمعنا 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 هو بتكلم بيه هو شايف ان اليوجا افضل اه وهل التمريلات الظهر والبطن اللي احنا هنعملها بالصبحة والموضوع لسه لسه عينين فاقين كده مش هونك تجيبلي مزق او حاجة لا 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 انت بتبقى اي من النوم جسمك مستعد لأي نشاط بتعمله وبعدين دي حاجات خفيفة يعني ما انتاش دي حاجات بسيطة جدا مش مش هتقفش ولا يحصل اي حاجة ما تقلقش اليوجا بقى اليوجا دي بتبقى نوع من انواع الاستريتشات انت بتعملها تزبط معاك العضلات دي برضو كويسة وبتدخل معايا في استريتشات بقى الجسم كله ودي ممكن برضو نتكلم عنها لو لو وقتين يسمح نتكلم مفيش مشكلة عاستكرا وانا دلوقتي نتكلم عنها في اخر ماشي زي نتكلم عنها بعد نتكلم عن اليوجا عادي مفيش مشكلة اليوجا يعني بتبدأ ان اليوجا دي اللي كنا بنشوفها في الافلام بعدين سبتين استطخاب دي ولا ده يعني ايه دخل معا الميديتيشن برضو ان هو زي التأمل او ان هو يبدأ يريلاكس جسمه وكده هي واليوجا بيبقوا مرتبطين ببعد شوية بس يعني الهدف الاساسي من اليوجا ان انا بزبط في واضع معين وبعمل استريتش العضلات معينة انا عايز بتبقى شدة او بتاع بابدأ ان انا ايه افك العضلات دي فطبعا انت زي ما قلنا من القعدة الكتير قدام انت عندك عضلات صدرك ببت دي شبيهة باليوجا يعني لان اليوجا برضو ايه مش موضوعنا اوي دلوقتي او بعيد عن اللي احنا نتكلم فيه شوية ممكن نبقى نتكلم في حلقات تانية عنها طيب وائل مسأل فل مسأل فل عليك مسأل فل يا أستاذنا مسأل انا معاك يا غيلي اه رب الله انت حضرك استحى الله مامن عزيزة بس حضررك بس سؤال بس يجابوني بصراحة اهم حاجة انا ولا مين اه حضرتك تجاوبني ولأستاذ بطاك انجاوبني فضلك عليه بصراحة اهم حاجة طاحت امرك تفضل احنا دلوقتي كلنا بنعاني حضرتك دلوقتي لأيام كبير وظائر من الخشولة مش عارف اللي احلاق خالص حضرتك الخشول اه خشول ردعت اللي هي المفاصل هي الربة مش وابنسمع مثلا ان في مراهب كتيرة جدا بيعارضوها عدامنا مثلا كذا 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 بتقولوا ايضا اسمها يعني وحاجات من دية فا مش عارفين لان انا عندي ولدي برضى كبير وعنده ناس اعرض الخشولة فاعد اي حاجة اي حاجة المراهب تنقيبها ولا ما نجيبها برضا تجلونا في الخير طيب عندك اي سؤال تاني حب يعني الخشولة دي يعني نعمله برضا كبان يعني اي ايه اي اي نحاجة الخشولة برضا كله بيعاني من الايام حاضر كلم في الخشولة نقلن الخشولة الخشولة طبعا بتيجي ما الاكيد بيبقى في وزن زيادة وفي قاعدة وما فيش حركة وفي كلام الخشولة لها حل في العلاقة الطبيعية لها حل وبنحلها بطريقة مذهشة المريض بيقول أنت عملت فيها إيه يعني أنا عمري ما كنت أصدق أن أنا ممكن في يوم الأيام أخف أو الخشونة تتعالج أو الألم إحنا مش يعني بص الخشونة مع تقدم السن بيبقى الغضروف التاكل إحنا مش هنخلي الغضروف ده يرجع تنزل أول لا بس هنساعد أن الضغط اللي نازل جامد على الغضروف ده يقل فبالتالي الألم اللي بتحس بيه مش هتحس بيه تمام؟ بإيه؟ بإيه؟ بإن أنت مفصل الرجبة ده لما بيبقى فيه خشونة بيبقى عظمة الفقد مع عظمة القصبة لازقين أو في بعض طيب أنت عايز تقلل خشونة دي بتعمل إيه؟ جوه أي مفصل موجود عندنا في الجسم أي مفصل بيبقى فيه ضغط موجود ده ضغط موجود جوه المفصل تمام؟ الضغط ده المفروض بيبقى متوازن في كل المفاصل طيب لما الضغط ده متوازن أنت المفصل بتاعك بيبقى في الوضع المزبوط بتاعه وما بيحصلش أي مشاكل طيب أنت الوقت فيه خشونة الانترابدومان بريشر ده بيبقى زايد المفاصل لما بتبقى محتكة بعضها جامد كده بيبقى الضغط جوه زايد طيب أنت عايز تزبط الضغط اللي جوه المفصل ده بتعمل إيه؟ بطريقة معينة كده بيقوم شدين لك المفصل عضمة الأصبة بنشدها نبعدها عن الفرد فكده احنا رجعنا تاني الضغط الداخلي المفصل زي الأول أو زي الطبيعي بمجرد أن احنا بنعمل الموضوع ده بتحس أن مثلا سبعين في المئة من الألم اللي كان موجوده اختفى نبدأ بقى أن احنا نشوف بقى إيه اللي بقى موجود مع الخشونة إذا كانت الصابونة لزقة في الفاغد إذا كانت مرحلة لبرة شوية الليترالشيفت وفبتيلة بتبقى مرحلة لبرة شوية اللي أنا أفهم الكلام دلوقتي إن خشونة الرجبة لها شقين شق علاق طبيعي وشق علاق طبي هو بيتكلم على المراهم وكده والكلام ده بعيدا عن المراهم عشان ما نقدرش نحكم ما نعرفش الأنواع وأنهم منهم صحيحة ومش صحيحة مش هنالك نجوف في دي ولكن احنا هم نتكلم في حاجة دينا هم نتكلم فيها شق علاق طبيعي وشق علاج دوائي صح كده؟ انت بتقول ممكن بالعلاج الطبيعي أعالج 70% من خشونة الرجبة 70% بطريقة معينة ممكن نوصلها لتسعين في المية لما يكمل على فكرة في فيديوها بدأت تنتشر الوقت على السوشيال ميديا لده كثرة أجالب وقال تقريبا شوفت حد مصري عمل المضوه ده بحراجات معينة بيبقى دخيله شخص مثلا مش قادر يمشي مش قادر يتحرق بيعرج ينيمه يعمل رئابته بطرقة معينة يعمل إيده بطرقة معينة يعمل للرجو بطرقة يوم يجري يوم يجري ودي عملتها مع ناس كتير وبجد المريض بيبقى جاي بعكزين وجاي مش قادر بالعافية بيمشي يطلع على السرير ينزل ينسى أنه هو جاي بالعكزين ألاقيه نزل من على السرير ويمشي بترجع العضل والعضل الوضع الطبيعي بالضبط طيب نخذ التصور مسأل فل مين معايا سامح مسأل فل مسأل فلو يا دكتور زي حالك الله يسعلم يا دكتور مع حضرتك أهلا وسأل أهلا وسأل بقول لها طب ممكن نوطس يا أستاذ سامح ممكن نوطس سوط التلفزيون وتسمعني التلفزيون حاضر 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 وطس التلفزيون معايا سؤال ممكن أسأل بس الدكتور سؤال اتفضل بقول لحضرتك يا دكتور هو الفقرات الرابعة والخمسة ممكن يكون لها عليك زي العملية أيو اسمعنا من التلفزيون حاضر أجاوب طيب أي سؤال تانا سامح لا شكرا 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 لك اسمعنا من التلفزيون الفقرات الرابعة والخمسة الفقرات الرابعة والخمسة القطنية في الضار طبعا يعني كتير جدا من الناس عمتهم الشعب المصر بس على مستوى العالم بيشتكم الموضوع دوات طيب هل لي علاج ولا خيش في العملية على طول طيب احنا كنا تكلمي ده في الموضوع دوات موضوع العملية امتى نعمل عملية امتى لا العلاج الطبيعي هو اللي أجيب معاه نتيجة ممكن تبقى تسمع بقى الحلقات القديمة هتنا هنقول لك عن موضوع ده ماشي وقت نجاوبه برده نجاوبه طالما الفقرة ما تحركتش او ما تزحلقتش بنسبة كبيرة قدام او الورى يعني في مكانها الى حد ما بنقدر ان احنا نرجعها لمكانها ولو فيه غضروف بنقدر ان احنا نرجعه لمكانه والدنيا بتبقى كويسة جدا وما بتحتاجش العملية خاصة يعني لو ما وصلتش المرحلة انها تحركت من مكانها او انزلقت من مكانها انزلقت جامد الانزلق الواصل وانزلق غضروفي فيه انزلق غضروفي وانزلق فقرات اه لو يقصد الانزلق غضروفي لو الدرجة بتاعته الخفيفة او المتوسطة بنجيب معنا تاك كويسة جدا وبنبعده عن العمليات بقى خرج بجامد قوي وعمل بقى المشاكل اللي قلنا عليها قبل كده ده بيبقى الحل ان احنا لو العلاج الطبيعي ما جابش نتيجة بنخش في الجراحة في الجراحة طيب نخش في السؤال اللينا سأله من بدري امتا التمرين امتا اتمرن الوقت الصحيح خلاص على قولة بنتكلم عن ان انا عايز اناول بيت كلها نتمرن تمرينا في اليوم تكفي انها تخليني النشيد تخليني عدلات كويسة تخليني نفس كويس تخليني ان انا مش مؤثر على القعدة في البيت امتا الوقت المثال ان اتمرن الوقت ده وقبل الوقت المثال ان اتمرن برضو تنظيم المعاد في النوم هل هيفرق اكيد لو انا بنام التمن ساعات بتوعي متواصلين ونوم عميق ده بيفرق معايا غير اللي بينام تلات ساعات ويقوم ساعتين مثلا ويرجع نام تاني ساعتين فالنوم المتواصل ده الجسم بيقدر ان هو يزبط نفسه الخلايا اللي اتهدمت بيقدر يتخلص منها يقدر يبني خلايا جديدة تاني فطبعا النوم بيفرق معايا في اي حاجة طيب بعد مصحيت المعاد المثالي للتمرين وانت على السرير وانت ما نزلتش لسا ملعزة ملعزة تابرين جماعي احنا قلنا بقى ملاش الجماعي انت ايه استاذ محمد انا والأسرة انا والأولاد طيب اكيد برضو انا والأولاد ما احنا بناخل مع بعض بنشرم مع بعض والله لا احنا بنعملش كده كل واحد يبقى كل واحد ازاي يعني من لا انا بغرق طبعا بس اهم حاجة نبقى وغدين حذرنا اكيد اه اه نبقى كل واحد بيأكل مثلا في طبقه خاصة الكلام ده كله ما يبقاش فيه سلام ما يبقاش فيه بوس كتير للأولاد انك تبوس ابنك الكلام دوت نحاول ان احنا نحافظ شوية في الموضوع دوت طيب خلاص محافظينه كده وعايزين تمرين جماعي طيب احنا في الريسيفشان بتاعنا او في المكان بتاعنا خلاص بدا ما نعمل التمرين ده على السرير هنقدر من احنا زي ما قولنا هنبدأ بتمرين البطن وتمرين الفو في اي وقت وانت لسه صحي من النوم قبل ما تعمل اي حاجة ناخده معالي معالي مساء الفل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قولنا حضرتك لو في مثلا تمرينات لارتجاع المريء ولا حاجة تمرينات لارتجاع المريء تمرينات لارتجاع المريء فيه لا ومش لارتجاع المريء ارتجاع المريء انت عندك السمام اللي موجود دوت ووسع فيحصل ارتجاع مريء مش هنقوّل السمام دوت اوهش عضل عشان نقوّيها او مش هنعرف نقوّيها معنا صح انما الارتجاع دوت لو بدأ انه هو يرجع على الزور فوق ويعمل لي مشاكل في الزور فزي ما قلنا قبل كده برضو ان احنا بنبدأ ان احنا نحرك كده نعمل زي ما سايش كده العضلات الزور ونرجع تاني اي افرازات موجودة او اي حاجة موجودة في الزور كده بالحركة دي بنقدر نرجعها تاني للمعدة وبتلاقي واجع الزور الوقتي اول ما بتعمل الموضوع ده في اي سؤال تاني موالي شكرا نموالي طيب نكمل التمرين في اي وقت التمرين في اي وقت لو انت صاح من النوم انا عن نفسي بعملها اول ما بصح من النوم وانا لسه على السري لو عايزين تمرينا سريعة تمرينا سريعة نخش اللي هي تمارين البطن اللي قلنا عليها تمارين الوسط دي حاجات سهلة تمارين الرجل ان احنا نبقى رفعين رجلنا رجل متنية ورجل مفروضة ونبدأ ان احنا نرفع لفوق وننزل اليمين وبعد كده الشمال بعد كده بقى ممكن نخش بقى ايه لو احنا عايزين بقى اللي هو تمرين البوش اوب اللي هو الضغط ممكن نعمله برضو ممكن بنعمله بقى بأشكال مختلفة اليد الكوع ضغط ضغط وبط وبط وحوض وحوض ورجل 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 ورقب اللي احنا قلنا عليها نخد محمود تماما محمود مسأل فل مسأل فل مسأل فل عليك مسأل فل السلام عليكم بقول لي حضرتك ايه معاك تفضل بتعاوز اسأل الدكتور بس اللي انا مش ابقاعد هو تلازم يسند على حاجة لضهري اه بقاعد لازم يسند حاجة ما تقدرش ما تقدرش تقعد كده كتير بريد عن عن ضهر الكورسي يعني لا بتحط حاجة كمسند لضهرك ولا لازم تسند ضهرك على حاجة محمود دلوقتي انا لو قاعد على انتري لازم احطي مخدزين كده ولا ضهري عسى نسلت ضهري اه طيب طب بتقعد بتقعد ضهرك عادي انت في العادي لو ما استند ضهرك بتعرف تقعد عادي ما بيقلمكش ولا لما لو ما سندتش تحس بألم لو ما سندتش بحس بألم احس ان انا عاوز هوابت كده هوت لكني ضهري كده هوت لازم أليفه كده هوت تمام مش لا لا خلاص تمام مش اسمعنا من التلفزيون يا محمود ولك لازم يسند بحاجة ولو ما سندتش بيحس بألم مشهيد وبيقول ان هو المشكلة هنا ضهر المشكلة ضهر ضهر اه بيبقى عنده ضعف في عضلات الضهر مش قادرة ان هي تسبته كويس من غير ما يسند فبيضطر ان هو عشان العضلات ضعيفة يريحها فبيضطر ان هو يسند طبعا ان احنا نقوى عضلات الضهر زي ما قولنا بتمرين اللي هو رفع الوسط الفوق اللي احنا قلنا عليه دوت هتلاقي برضو زبط معاك العضلات الجلوتس مع الضهر هتلاقي الدنيا معاك بدأت تتحسن مع تمرين البوش قبل فوق يعني تمرين البضهر تمرين البضهر طيب قبل ان اخد فاصل برضو محتاج فاصل لا شاوجة هزولي فاصل طيب انت اديتني دلوقتي تمرينة ضغط وبط وضهر وحوض ويه تاني وسكوات ورقبة وممكن بقى نخش بعد كده في السكوات ممكن نخشف عضلات السمانة ان احنا نقويها لان دي برضو مع الاعدل كتير وكده تبدأ تحصل دوالي برضو ما فيش دور الدماء مش شغالة كويس تبدأ الدوالي تظهر في الرجل يبدأ يحس بقلم في السمانة فطبعا لازم السمانة من اهم العضلات الموجودة وتعتبر من اكوى العضلات الموجودة في الجسم نكمل بعد الفاصل تمام فاصل وردينا عرض ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكملين معاكم كل روح راضية ومعايا الدكتور أحمد عبدالله الشعراوي اخصى العلاج الطبيعي وعمل حلقة مخصوصة النهاردة علشان قاعدين في البيت ممبر السرياضة استيقاتهم 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 ايوش طيب تكلمنا في نصائحك تكلمنا في حاجات نعملها في البيت تكلمنا ازاي ان مرس رياضة في البيت طيب نتكلم عن ايه انت كنا في حاجة بس قبل الفاصل صح كنا نتكلم عنها الدوالي اه ما كاملناش اه طيب انت بتقول القاعدة في البيت هونكن تجيب دوالي ابل ازاي ما اجلناش ازاي ما اجلناش دوالي بان احنا نقوي عضلات السمانة بتاعتنا عضلات السمانة بتبقى شائلة كمية كبيرة من الدم اللي موجود تقريبا نص لتر كل عضلة بيبقى فيها تقريبا نص لتر دم تمام فطول ما هو تحت ما بيتضخش تاني للقلب انت العضلات دي موجودة في الاوردة السمامات بتاعت الاوردة بتبوز يفضل موجود الدم ما يعرفش يطلع تاني لفوق عكس الجاذبية تحسب الدوالي تخش في مشكلة كبيرة والموضوع سهل ان احنا نقوي المضخات الموجودة تحت يعني معلومة برضو عايز الناس تعرفها ممكن الناس كلها تعرف ان كل انسان عنده قلب واحد مثلا انت عندك كم قلب لو سألت اي واحدة يقولك انا عندي قلب واحد لا انا عايز اقوله النهاردة انه عنده ثلاث قلوب بس هو ما يعرفش تمام ايه هم الثلاث قلوب طيب القلب بتاعنا اللي احنا بنحب بيه وبالكلام دوت وبيضخلنا الدم برضو اللي هو المركز الرئيسي للدم ايه ايه بالضبط تمام ده ده فوق فالقلب بيدخ طيب الدم بينزل لتحت فلازم يبقى فيه مضخة برضو تحت طلع للدم تاني لفوق ايه هي المضخة دي هم مضخطين او بيقولوا عليهم العلماء قلبين لأهميتهم الكبيرة بيسموهم اللي هو المضخة التانية اللي موجودة في الجسم تبقى السمانة دي اليمين والشمال السمانة السمانة نقوي عضلات السمانة دي المضخة تبقى قوية تقدر ان هي تطلع للدم تاني للقلب والقلب ينزل لها وهي تطلعه وهكذا الدورة الدموية تبقى ماشية باستمرار ما يحصل ديش اي لازم نقوي عضلة السمانة ازاي نقوي عضلة السمانة كنت عايزة سأله في اول حلقة انت كلمت عن كو فيد 19 او كرونا المستحدة كو فيد 19 كل الدنيا بقت لها علاقة بالفيروس ايه علاقة العلاج الطبيعي بالفيروس ايه علاقة العلاج الطبيعي بالفيروس احنا طبعا في الحماية انا اتكلم في الحماية اتكلم في الحماية طيب برضو في دور لي بالنسبة ان هو بيأثر معايا طبعا زي ما قلنا على التنفس احنا لما اتكلمنا في داخل اه بنبدأ نديره تمانين التنفس انا اتكلم في الحماية انا اتكلم في الحماية بقت لها دور في الحماية بلزبط، أنت لو قعدت في البيت من غير أي رياضة، أنت دلوقتي جهاز المناعة بتاعك بيقلب كفاته بتقلب، طب إنت عايز ترفع جهاز المناعة بتاعك تفعه بإيه؟ tutti ب إلى رياضة التي ترفعها مناعة 건angi تمام؟ طيب جهاز المناعة بتاعي ده اللي هو إيه أصلا عشان الناس تبقي عارفة جهاز المناعة بتاعي دوت اللي هو كرات الصدمة البيضة اللي موجودة في جسمي كرات الصدمة البيضة دي هي اللي بتبقى بتقدر تهاجم أي ميكروب موجود في الجسم سيوب بكتريا فيروس الفيروس ملوش علاج مبقاش موجود دي علاج أنت إيه الحل الوحيد قدامك أن أنت تتحارب الفيروس ده أن أنت تقوي جهاز المناعة طيب أنا أقوي جهاز المناعة مهكرونا ملوش علاك كده كده بس أي فيروس ملوش علاك أي فيروس الإنفلوانزا فيروس نفسه ملوش أنت لحنا بناخده ده لا ده 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 بتاخد منعتك هي اللي بتحاربه أنت بس بتاخد حاجات مهدئة للقحة حاجات تقلل درجة الحرارة شوية حاجات الاستضاع إنما مش هتلاقيه كاتب لك مضاد دحاوي مثلا في الإنفلوانز فيش مضاد دحاوي هو مصد ممكن بتاخده مصد إنما كمضاد دحاوي طبعا فيش كلام من ده مضاد دحاوي بيبقى البكتيريا مش للفيروس تمام؟ ماشي طيب نقوي منعتنا بإيه؟ إحنا قلنا أن الرياضة دي بتقوي جهاز المناعة بتاعنا بتزود عدد كرات الدم البيضاء اللي موجود وبتزود حركتها يعني بتخلي حركتها سريعة فلو فيه أي مكروب موجود خلايا الدم البيضاء دي أو نيتروفيلز بتبقى موجودة دي بتقدر أنها بسرعة تروح للبكتيريا والفيروس وتهجم عليها وتخلصنا منها بسرعة يبقى نصيحة أعلي جهاز المناعة بالرياضة نصيحة أعلي جهاز المناعة بالرياضة أنا جهاز المناعة بتاعي وقع يعني معظم مرضى السكر بيبقى جهاز المناعة بتاعهم ضعيف ليه؟ السكر بتاعهم عالي لو مش مزبطين السكر أنت جهاز المناعة بيقع طيب إحنا عايزين نزبط سكر نزبطه إزاي؟ نزبطه بالأكل إحنا ما نكترش بقى نشويات إحنا أساساً قاعدين في البيت فنحاسم النشويات ناخد دايما النشويات بتاعتنا من الفكهة والخضار نزود خضار وفكهة قوي دي أكتر حاجة بتتقون منها بسأل فل مين معايا؟ أستاذ أنا هو معي إزاي كان أجوى؟ معيك الله يخلي بقول لحديثة نعيزة كلمة الدكتور أتفضل دكتور مع حضرت بقول لحديثة يا دكتور أنا ممت كان يشويات منها لحاجة عالية وكده فنظلها غدروك في دارا وبعد الأقوات من السيداشة هو خالص وبتعايز لما تيجي تنعم على دارا بتقوموا ليتعايز جميل قوي فكنت عايزة أوصل لحديثة بس إن لو نعرف نعليكها أو كده طيب في أي سؤال تاني؟ أه بعد إذنك بس أنا بقى كنت بغسل حاجة فجانت أشنخ في إيدي وصل في إيدي اليمين فوصل للكتف من فوق كل ما باجي بعد الأوقات ما ببقاش قادرة خالص من الكتف من إيدي إن أنا حتى ناجل أه انت شنجات دي سببها إيه؟ يعني أنت كشفت يا دكتور مخوص لا أنا ما كشفتش خارط ولا يا دكتور أنا كنت بغسل حاجة فجانت أشنخ في إيدي وكده فوجعت لدي المفصل من فوق من عند الكتف كده من فوق طيب إيه؟ المفروض المفروض الموضوع يعني أنا مش قادر أفهم بالظبط الموضوع التشنج ده توصودي بي إيه؟ بس هنبدأ إن إحنا نروح لدكتور مخ وأعصاب يشوف الدنيا الأعصاب بتاعتنا كويسة المخ عندنا كويس ما فيهوش حاجة الدنيا تمام خلاص بتبدأ إن إنتي تجي لنا بقى عشان نعرف إنتي تقصودي إيه بالتشنج دوت نعمل لك عندك أي سؤال تاني أزل نجوى؟ طيب بالنسبة لممتي طيب أعمل إيه؟ بقنا السؤال إيه؟ بالنسبة لممتي يعني أوصل لحضرتك إزاي؟ طيب إحنا نحط أرقام التلفونات بتاعت الدكتور بعد شوية فممكن تتصل بيه بعد الهواء طيب نكمل أنت قلت عشان أزود المناعة رياضة وغيزة رياضة وغيزة لأن ده السلاح الأول للمقاومة من الفائرة بالضبط أهم حاجة في الغيزاء بتاعنا إيه؟ النشويات نقلل النشويات نزود خضار نزود فاكهة نزود بوكوليات نزود بروتين الحاجات دي كلها بتخلينا أشبع مش سهلة الهض فمتخلنيش أكل كتير وفي نفس الوقت بتمديني بالطاقة اللي جسم أعيزها وفي نفس الوقت ما بتخزنش معايا دهون بعد كده فالحاجات دي كلها بتقوم معايا جهاز المناعة أكل الأكل الكميات ولا مش فارق الفطري طبعاً يعني تحاسب أنت طالما ما بتعملش مجهود بيبقى أكل المفروض بيبقى محسوب بقى تشوف بقى مع الدكتور العجل طبيعي بتاعك لو في أي كلام بينك وبينه بيتكلمه بيدي لك الضاية الخاص بيك وتفضل يعني محافظ على وزنك ما يزيدش في الفترة دي وخاصة أن إحنا قاعدين في البيت وكذلك يبقى أنت بتنصحنا في الفترة دي أن إحنا رياضة وأكل زبطنا جهاز المناعة بتاعنا إن شاء الله لو في أي إصابة كورونا بقى كوفيد 19 مش عارف إيه كلام من ده الجهاز المناعة بيبقى مستعد وبيقدر ناخد اتصال مساء الفول حاجة سايح إزايك عزيز محمد إزاي حضرتك؟ الله يسأل نمك تسلم أنا عاوز أشكر حضرتك لأن حضرتك عامل حلقة إنت ودكتور أحمد وبنقدر نستفيد منها وإحنا عاديم في البيت الله يخللها يكسل وعايز أسأل الدكتور أحمد سؤالين كده يعني أتفضل أقول لحضرتك يا دكتور أحمد أنا إزاي أقوي رجليا في دمارين في البيت وبالذات العدلة الضمة لأن أنا طبعا شغلي بأسواء يعني وبعد حضرتك كثير قاعد وحضرتك يعني العدلات بحس أن هي ضعفت كده فأنا عادي الثمارين تقوّل العدلات الرجلية في البيت وفي نفس الوقت العدلة الضمة بالأخص لأن هي عندي بلعب كرة وكده فأنا عندي بحس أن هي ضعيفة شوية طيب تمام لا شوكرا أنا بشكر حضرتك أحمد تحياتي ليك وسألف اللي عليك العدلة الضمة إحنا قلنا قبل كده أن فيه تمرين للوسط بنعمله اللي هو إحنا تانيين جليا بنرفع وسطنا لفوق ممكن بقى نزود عليه ده العدلة المكعدة أو الجلوتس زي ما الرياضيين بيسموها طيب نزود عليه بقى الضمة إزاي إن إحنا وإحنا رفعين لفوق كده بنضم الرجل ونفتح نضم ونفتح كده أنا بقول مكعدة مع الضمة عايزة صعب أكتر ممكن أحط مخدة من رجلية وأقفل عليها وأفتح أقفل وأفتح ده وأنا تاني رجلي ممكن وأنا فرد ليك بي خالص كده وأنا نعم على السرير أفتح وأقفل كده أنا بضم الضمة دي بتتقوم معي العدلة الضمة أنت كنت قلت لي زمان إن سبب إن العدلة الضمة تكون ضعيفة إن عدلات البطن تكون ضعيفة يا أنت لسه فاكر طبعا الضبط صح؟ آآ فأنت تنصحه برضو إن هو يلعب على البطن آآ كويس أصد محمد طيب نكمل أنت بتقول تكون طالما أنت ما بتحركش كتير بيتش تنزل كتير يكون الأكل بمعايير وبحساب بس يكون فيه غزة مطلوب يقوي المناعة نظام كده؟ نصيحة اللي بيشوفونا بالوقت نصيحة اللي بيشوفونا طبعا أنا عارف أنت هتقول نصحتين هتقول نصيحة زي أنا أقي نفسي من الكورونا وهتقول نصيحة للحاجة الطبيعي زي أنا تمام أقي نفسي من الكورونا طبعا إحنا عارفين تطير الإيد الصبون كلام منها ما فيش سلام بالإيد ما فيش بوس ما فيش توجد في أماكن مزدحمة كلام اللي إحنا كلنا عارفينه تطير بكحول بس ما يبقاش مخفف طبعا نسبته 70 أو 75% ما نخففوش بمية أكتر من كده ما بيبقاش لي فايدة مطهر الأسطح أي كلام من ده تمام طيب أنا برضو عايز أن الناس تبدأ أن هي بتشرب سويل دافية كتير لو مثلا ممكن الصبح كده أول ما يقوم على الريق خالص هقول لكم على مشروب كويس قوي بيقوم المناعة وفي نفس الوقت بينزل وزني إن إحنا بتبقى معلقتين عسل نحل نضيف عليهم كباية ميا دافية نقلبهم نعصر عليهم لمونة ونشرب المشروب ده على الريق ده بيقوي جهاز المناعة بشكل حطير نوره تاني معلقتين عسل نحل في كباية ميا دافية ونقلبهم بعد كده نعصر عليهم لمونة كاملة ونشرب المشروب ده على الريق أو ما نصحن من النوم ده بيحرق معايا دهون بيسدي نفسي طريقة كويسة مخلنيش أكل كتير بيقوي جهاز المناعة جامد جدا الويتامين سي اللمون مع العسل ده مشروب هايل 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 بيسلك زوري عشان مشروب دافي لو في أي فيروس تقدر الله موجود وانت بتشرب مشروب دوت بيبقى هدفنا ان الفيروس دوت ما يدخلش على الرئة احنا هزينه يخش على المعدة فانت لما بتشرب بيتدخله على المعدة المعدة بتيضمه وبيقدرش يعمل معنا اي حاجة تمام طيب نصيحة للعبادة الطبيعية عشان خلاص خلاص كده نصيحة طبعا ان احنا لازم بنمارس الرياضة علشان سكرنا ما يعلاش علشان ضغطنا ما يعلاش علشان ما تبدأش عضلاتنا تضعف ونفقد الكتلة العضلية بتاعتنا نحافظ على اكل البروتين نقللنا شويات ناكل خضار ناكل فاكهة تمارين نعملها باستمرار وان شاء الله نعدي من من المحنة دي على خير نورتنا يا دكتور الله يخليك تسلم يعني من حلقات القائمة جدا الله يخليك تسلم خلصت حلقتنا واستنونا ان شاء الله بإذن الله لحد الجاي الساعة 12 بالليل بكل روح رياضية حلقة جديدة وان شاء الله تكون عدينا الازمة دي على خير استنونا